مستمرين في تغطيات فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بعد انتهاء قوة معانا الموسيقى الكبير يحي الموجي واحد من اهم اعضاء اللجنة العليا للمهرجان مساء الخير يا فندم على الازعاد راديو سعى النور ربنا خليك يمكن احنا شوفنا اسئلة كتيرا من استادة الصحفيين وحضراتكم كمان او يمكن دكتورة لمياء زايد ودكتورة خالد داغر ودكتورة شريع عبداللطيف اشاروا الى النقاط كتيرة جدا بس واضح ان كان فيه تحضيرات كبيرة جدا 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 فلو حررتك تكلمني عن اهم النقاط اللي كنتم مهتمين بيها يمكن في اجتماعاتكم خصوصا ان السنة اللي فاتت تم الغاقها طبعا عشان تلغط السنة اللي فاتت احنا مهتمين السنة دي جدا بان احنا نطلع المهرجان في احسن صورة مشرفة لمصر وده ودي مصر وده دار الابرة المصرية فلازم تكون حاجة مشرفة عن المصر طبعا اتناقشنا في كل حاجة الحفلات هنعمل الحفلات فين توقيتاتها ايه مين يغني في افتتاح المهرجان مين يقفل المهرجان ختم المهرجان في وسط المهرجان نقول ايه مين يغني في النفورة مين يغني في المصرح الكبير مين يغني في اسكندرية مين في ضمنهور يعني حوالي اكتر من خمسين حفلة يمكن السنة دي في اسامي مش موجودة نجمة عن غامل نجمة عصالة مثلا نجمة شيرين نجمة عمال مهار ولكن في اسامي مفاجآت بصراحة نجمة احمد سعد نجمة تامر عشور ففكرة برضو ان دار الابرة المصرية وتحديدا مهرجان الموسيقى العربية دايما مرتبط اسمه بالعراقة السنة دي انتو اطلقتوا عليه التأثير والتأثر ففكرة ما خفتوش من فكرة جمهور الابرة من رواد الابرة نجمة مثلا احمد سعد مش مود الابرة لا احمد سعد بيغني كويس صوته حلو مطرب صوته قوي جدا ويقول مواويل ويقول ليالي ويقول كل حاجة والنوع عن اغاني اللي هو بيغنيها برا ده مش هيقولها في الابرة لا مش هتغنى في الابرة هيتغنى الاغاني اللي هي فيها الطرب الاصيل يعني الطربية هيغنى ممكن يغنى حاجة لساد درويش لان ده مهرجان ساد درويش يمكن النجمة متحد صالح من اوائل النجوم اللي اعتمدوا في حفلاتهم تحديدا في دار الابرة على اختيار اغاني قديمة واعادة غنائهم مرة تانية انا بشوف ان الجيل الجديد اللي لسه طالع دلوقتي وسط النات المزيكة المختلفة ده مهم جدا هو يعرفهم الاغاني دي فهل ده يبقى موجود برضو في الحفلات بشكل كبير السنة دي؟ هو مفروض يبقى موجود يعني بس المهرجان ده مهرجان لساد درويش في حفلات تانية طبعا اعادة الاغاني القديمة طبعا دي حاجة مهمة جدا وحاجة مهمة جدا ان الجيل الجديد يسبع الاغاني الجديدة بتاعتها ويسمعها بتوزيع جديد كمان يعني اسمعها بتوزيع مختلف المفروض يعني ايه الحفلات لحضرتك حريصة انك تحضرها السنة دي في مهرجان الموسيقى العربية؟ حضرها كلها لان انا اه لان انا في اللجنة اه لا يعني اللي موجودة في البصرحة الكبير يعني اه ان شاء الله اخر حاجة توقعاتك للمهرجان السنة دي؟ لا ان شاء الله هيبقى ناجح مهرجان ناجح ان شاء الله اشكر حضرتك جدا ونورتين على الازعات رادونيل شكرا شكرا